من المسؤول عن انتشار الخرافات في مجتمعاتنا؟ وكيف ساهمت هذه الخرافات في مضاعفة الأضرار والآلام والخسائر كما حصل في زلزال تركيا والسورية؟ وبما جعل آلاف البنايات الحديثة تتهاوى بسهولة؟ كيف استجاب قادة التخلف العربي لهذا الحدث؟ ولماذا راحت وسأل الإعلام تسرع في تبرئة الله من التهمة وفي الوقت نفسه القادة السياسيين المسؤولين عن هذه القنوات؟ وكأن المسألة تتعلق فقط بالقدر وخطايا الناس أي الضحايا أنفسهم وغضب الله منهم ومن ذنوبهم الكثير جدا لماذا أيضا تحاشى دعاة الميديا ومن بينهم عدو العلم والعلماء والحضارة السيد القنيبي الحديثة عن مأساة الناس على العرض وراح يشكر الله على غضبه ويحمل الناس وزر ما حصل ولكن في نهاية هذه الحلقة سنتسأل إذا كان زلزال لشبونة غير العقل الغربي في القرن الثامن عشر فهل باستطاعت زلزال تركيا والسورية تغيير العقل العربي الإسلامي؟ سنرى في هذه الحلقة فكونوا معي أصدقائي العزاء السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من أوهام الدين قبل نحو 270 عاما حدث زلزال هائل في لشبونة عاصمة البرتغال الحدث كان هائلا أدى إلى زلازل أخرى على المستوى الحياة عموما في غرب أوروبا خاصة وبما أدى في النهاية إلى أن تتقدم أوروبا وتخرج من شرنقة الحياة أو الرؤية الدينية للعالم والحياة والإنسان هذه الرؤية التي أدت إلى ما نحن فيه من تطور تقني وعلمي وإنساني كبير جدا الأمر بالنسبة لي أرى مشابه لما جرى في زلزال تركيا وسوريا طبعا هذا الزلزال حدث على أثر نزاعات هائلة في المنطقة نفسها طائفية تحديدا كانت سيدة الأمر فيه داعش وأحزاب الله المختلفة شيئية كانت أو سنية والصراعات بقيت مستمرة بين سنة أنفسهم من خلال جبهة النصرة والقائدة ودائش وما إلى ذلك هذه كلها الزلازل الطائفية والدينية والتي طبعا نتاج صراع ديني طبعا تدخلت فيها أطراب دولية مستفيدة من هذه التناقضات الموجودة أصلا داخل هذه المنطقة الذي حدث ظهر زلزال في وقت كانت فيه الصراعات وصلت إلى الحد الأقصى وأصبحت القضية الدينية موضع جدل واسع وكبير جدا رغم ما يبدو على رجال الدين من هيمنة على الواقع لكن الحقيقة أن هناك عدد كبير من الأصوات والحركات والتوجهات التي تؤكد أن هذا الخطاب الديني لم يعود قابلا للإستمرار ولا حتى الدفاع عنه بطريقة منطقية أو مقبولة فضلا عن نتائجه الكارثية على الحياة عموما بمقارنة بسيطة بينما جرى في 1755 في لشبونة وما أدت إليه من حركات تنوير كبيرة كانت موجودة أصلا بالمقارنة مع واقعنا العربي الإسلامي سنجد أن هناك نقاط تشابه كثيرة جدا هذا الزلزال حدث بعد صراع أهلي طائفي كبير جدا استمر منذ سنة 1775 تقريبا إلى يومنا هذا يعني بحدود 50 عاما هذا الأمر أيضا حدث في غرب أوروبا وأنتج بعد ذلك عن الدول القومية أو الوطنية الغربية تضحت بعد ذلك الدول نمط الدولة الفرنسية نمط الدولة الإيطالية الإسبانية الإنجليزية الهولندية وهكذا النمساوية بعد ذلك أيضا الدولة الألمانية اللي كانت هي مجموعة ولايات سمرت حتى ظهور بيسمارك الحدث في أوروبا كانت حملات التنوير أو وعي التنوير بدأ ينتشر بشكل واسع وهذا ما حصل لدينا أيضا الآن بدأت الناس تفهم أن الدين يواجه مشاكل كبيرة جدا وتساؤلات كبيرة جدا لم يعد الدين أمرا سريا مقتصرا على مجموعة من رجال الدين الناس بدأت تقرأ وتطلع على معالم هذا الدين على وجهة نظره في الحياة والعالم والإنسان على تصوره للزمن والمكان والمفهوم الوطن والمفهوم الإنسان مفهوم الحقوق أصبحت هناك أشكالات تصادمات أو مصادمات بين مفاهيم متعددة مفاهيم عالمية الآن أصبحت لم تعد موضع نقاش من بينها ومن أهمها حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات أيضا طبعا نحن ما زلنا في خضم هذه الصراعات لكن هذا الزلزال وهذا يشابه ما حدث في أشبونه وبما سيؤدي كما أعتقد إلى انهيار كامل للخطاب الديني السائد ووصوله إلى الحد الأخصى الذي لا يمكن بعده أن يستمر أو يجد ببررا له لأنه لم يقدم شيئا للناس على أرض الواقع كل ما قد يقدمه لهم كما سنرى من خلال خطاب القنيبي وهو أفضل نموذج يقدم لنا صورة حقيقية للأزمة التي يعيشها الدين فهو ينافح ويكافح من أجل الحفاظ على آخر ما تبقى للدين وعبر كشف حقيقة هذا الدين غض النظر عن رأينا فيها سلبا وإجابا لكن اللجأ إلى طريقة أنه يعرض الدين كما هو بغض النظر عن أي أتراضات كل ما يفعله أنه يبرر هذه القضايا إزاء القضايا والمفاهيم والقيم التي انتشرت بين الناس حتى ناخذ فكرة عن هذا الموضوع أذكر قصيدة قراءها في فولتير حول زلزال لشبونة وهي تشبه لأحد بعيد في كلماتها ردود أفعالنا على ما حصل في 1 نوفمبر سنة 1755 حدث زلزال هائل في لشبونة فولتير كان موجود في جينيف وسمع بالخبر بعد 22 يوما طبعا لم يكن هناك وسائل تواصل ولا انترنت فبعد أن وصل الخبر بثلاثة أسابيع يقال بأن فولتير انزعت جدا وراح يتخيل آلام الضحايا وصرخات المفجوعين من تحت الأنقاض مر في حالة نفسية صعبة جدا وصرخة لماذا يكون هذا العذاب يا ربي وهو كان رجل أيضا متدين مؤمن لكن مؤمن ليس بالمعنى الاعتيادي معنى التنويري مؤمن فقال لماذا كل هذا الشر في العالم لماذا لم تمنعه بما أنك قادر على كل شيء طبعا احنا بعد ذلك كتب قصيدة برشلونة صب عبرها جام غضبة على فريسوف الألماني لا يبنتز لأنه قال بأن الله خلق العالم على أحسن تقويم وأنه أفضل العوالم الممكنة وقدم براهينه على هذا الأمر بأن الشر موجود لكنه بالنتيجة هناك خير سيلحقه لاحقا وأن الإنسان يحتاج إلى أن يكون إلى الألم لكي يعرف معنى الصحة والراحة ويجب أن يعرف معنى الشقاء لكي يعرف معنى وهكذا اللي يجب أن يتمرض اللي كي يعرف معنى الصحة وهذه موحكة مشهورة لسيد الفريسوف الأبنتز فولتير خاطبه ساخرا أننا يجب أن لا نشكي على الإطلاق وقال بأن كل شيء يبدو على ما يرام في أفضل العوالم يا جماعة وأن السيد الأبنتز قال لنا علينا أن لا ننزعج اللي ما يحصل افرحوا يا ناس بزلزال لشبونة افرحوا بموت آلاف الأطفال والأمهات افرحوا بهذه الأنقاض التي سقطت على أسادهم وعلى هذا الحطام الذي انتشر على مد النظر فعلا يقول السيد الأبنتز أنتم أغبياء يا بشر لماذا لا تحمدون الله على كل هذه النعمة طبعا في وقتها جانجا كروسو الفريسوف كان هو النت رغم أنه من قادة التنوير أو فلسفة التنوير لكنه أيضا كان لديه حساسية علاقة حساسة مع فولتير وكانت بينهما صداقة بعد ذلك انتقلبت إلى عداء ومحكات كثيرة بينهما رد على هذا القالق فقال أن العناية الإلهية كلها خير وعدل وبركة وعكمة وهي ليست مسؤولة إطلاقا عما حصل البشر هم وحدهم المسؤولون فلو أنهم بنوا بيوتهم بشكل متفرق ومتباعد وعلى مساحات واسعة محيطة بالعاصمة البرتغالية بدلا من بنائها متكدسة بعضها فوق بعض لكانت الخسائر أقل بكثير طبعا لاحظ حتى نربط موضوع زلزال تركيا لاحظ أنه كان يتوقع بأن هذا الأمر لن يستمر بهذه الطريقة وأن المجتمعات البشرية ستتقدم وستتجاوز هذا الفهم القاطع لخطاب الديني وجعله هو الخطاب المهمين على الحياة عموما وكان يقول دائما نحن نزرع والأجهال المقبلة تحصد ونحن باعتبارنا فلاسفة التنوير أو منقادة التنوير أو دعاة التنوير لن نرى ثمرات جهودنا وتعبنا وعرق جبيننا نحن سنموت في ظل الظلامية الدينية والخرافات والشعوذات ولن نرى أول خيوط الفجر لكننا واثقون سترى الأجهال اللاحقة هذه الخيوط بشكل لا يقبل الجدل وفعلا تحققت نبوءة فولتير ونأمل بأن يكون هذه النبوءة متحققة في واقعنا أيضا ونخرج من عالم القديم الذي كابدنا الأمرين بسببه وما زلنا نكابد وندفع الثمن غاليا بعد الفاصل سأتحدث عن السيد القنيبي وما قاله حول هذا الزلزال وكيف عبر عن رأيه في الأمر وإلى ماذا دعا هذا السيد المتخصص في كل ما هو معادي للعلم والعلماء فكونوا معي الخرافة في رأيه هي جزء رئيسي من الدين بل أن الكذب أيضا هو جزء رئيسي من الدين وهذه مسألة ليه لا تعيب الدين في رأيه لأنه الدين هدفه وحدة الجماعة ولم شمل الجماعة فبالتالي هذه العملية لا تتم ولا يمكن أن تتم بدون نشر جزء من أسطورة ما أو خرافة ما أو أكاذيب ما تصدقها العامة لكي يسهل قيادهم وجعلهم يؤمنون أو يثقون بالقيادة التي تقودهم أيضا هذا أدى إلى مكاسب وإلى أضرار ومساوأ كثيرة جدا طبعا لا يمكن أن يكون هناك شيء مثالي لا بد من يكونوا عقائيين لكن الأمر في العصر الحديث لم يعد كما سبقه المشكلة أن هذه الأكاذيب منظومة الأكاذيب والخرافات والأساطير القديمة التي صدق بها الناس وآمنوا وما احترامنا لهم جميعا وهي كان هذا مسألة ضرورية لكن الآن الأمر اختلف تحولت إلى عادة وتحولت إلى شيء راسخ في نفوسهم وضمائرهم ولم يعودوا يستطيعون الخروج من أسرها وما زاد الطين بلة كما يقال أتى القادة السياسيين وتحالفوا مع رجال الدين أن الدين يهيمنون على شوارع البلدان وعلى حياتنا وعلى واقعنا في كل تفاصيل من تفاصيله تحالفوا معهم لأنهم يريدون معالجة الأمر فيذهبون إلى من يسيطر على الرأي العام فوجدوا رجال الدين خير معين لهم وتحالفوا معهم وبالتالي زادت الخرافة خرافة وزاد السوء سوءا هذا أدى إلى أن حدوث أي مصيبة تصبح مادة خصبة ليس للعلماء والباحثين لكي يتم تجاوزها ودراستها بعد دراستها طبعا بالعكس أصبحت مادة خصبة لتبيان أهمية وجود رجل الدين فهو سيقول حينئذن انظروا هذا الغيب الغيب الله غاضب أو منزعج وعليكم أن تنتبهوا الله غير راضا عنكم وغاضب ويبلوكم يختبركم وما إلى ذلك من هذا النوع أي أن الله هو الذي أمر أو أصدر أو أمره بقتل الجميع صغارا وكبارا لمجرد خطأ بسيط قام به أحدهم مثلا نجد القنيبي يقول الله رحيم لكنكم لا تعرفون سر ومعنى الرحمة أي أن السيد القنيبي ماذا يفعل؟ وهو مثال أضربه مثال تضرب ولا تقاس أي أنه يستثمر الله لخدمة تصوراته ويخدأ الناس بها سواء بعلمه أو بدون علمه هكذا يجعل من الله عدوا للبشر وليس حاميا ومدافعا عنهم هذه الصورة النهائية التي نستخلصها من السيد القنيبي لكنه يزوقها ويفلفها بالآيات والأحاديث النبوية وبعض الكلمات الخاصة بالصحابة ويقدمها بطريقة استعراضية تمثيلية فيها نوع من يزرع الثقة في المستمعين ويخلق نوع من الرحبة والصد بينه وبينهم الذي هي أسلوبه الخاص في هذا الأمر وهذا الأسلوب الجامد الناشف يجعل الآخرين ينصتون له ولا يشعرونه بلا معنى أو بخواء ما يتحدث عنه الكامل لنسألو تلزال يلقنون أعظم الدروس في الإيمان والصبر تشتعل في قلبي المحبة لهم في الله واستشعار الفخر بالإسلام تعال يا من كنت تنظر إلى العلماء الملحدين بتعظيم واحترام لأنهم وسيمون أثرياء لديهم ألقاب دكتور وبروفيسور بينما تنظر إلى إخوانك المسلمين باستهانة واحتقار قل لي قل لي ألم تشتعل في قلبك مشاعر المحبة والإجلال والإكبار للشيخ البسيط الذي تكاد تطبيق عليه الجدران وهو يطلب ماء للغضوط وطبعاً هو الله بالنسبة له هو الأداة التي يتعامل بها فعندما هو يحبهم في الله هو لا يحب أحداً إلا أذا كان يحب الله الذي هو اخترعه يريد الناس أن يؤمنون به أي معنى آخر هو يحب من يحبه فقط ولا يحب من لا يحبه ولا يحب إلهه هذه الأنانية المفرطة أو النرجسية التي يصاب بها هؤلاء والذين يفقدون من خلالها الإحساس لهذا يتحدث أنه يجب أن نجل المرأة التي تطلب الحجاب والرجل الذي تحت الأنقاض يطلب الماء الوضوء والطفل ولماذا؟ لأنه يشعر بأنه حقق هدفه لأن هذا الإله الذي هو يعبده والذي هو خلقه وصدق به وآمن به وأصبح جزءاً منه بدأ يشعر بأن دعوته بدأت تحقق غرضها رغم مصاب الناس وبدأوا هؤلاء الناس المساكين يؤمنون ويصدقون بما يقوله هذا القنيبي ورغم كل ما حصل لهم هو بماذا؟ يفتكر بأنهم ما زالوا يصدقون هذا الكلام ويصدقون هذا الخطاب القنيبي ويصدقون كل رجل الدين لم يقدم لهم شيئاً إلا الكلام والمواعظ والكلام عن الغيبيات وأيضاً لم يقدم لهم إلا أن يطالبهم بأن يشكر الله على هذه النعمة بأن تسقط بيوتهم على رؤوسهم بسبب زلزال أمر الله بحدوثه كما يقولون هم وليس نحن هؤلاء جميعاً بالنتيجة هم فرحانين بأن تعاليمهم قد نفذت حرفياً رغم الزلزال طبعاً من حقهم أن يفرحون أنا بالعكس نقول للسيد القنيبي وأمثال القنيبي من رجال الدين أنتم من حقكم أن تفرحون على تجهيل الناس وجعلهم يتخلفون ويشكرون اللحظة التي جعلتهم يجلسون في بيوتهم وتسقط ثقوفها على رؤوسهم وعلى رؤوس أطفالهم وتدمرهم ويخرجون بعد ذلك يقولون الحمد لله ما هذا يعني؟ هل يؤقل أن يصل الجنون بالناس لهذا الحد؟ لا أعرف ما الذي تفعلون بهؤلاء الناس؟ لا أعرف هل لازلت تكبر من يلمعه دجاجلة العرب من دجاجلة الغرب كالفيزيائي ستيفن هوكينغ والبيولوجي ريتشارد دوكنز الذين أنضوا أعنارهم يحاولون إقناع الناس وأنهم وجدنا عبثاً فيحكبرون النفس الإنساني ما علاقتهم بالموضوع بأكمله حتى إذا قال دوكنز لا إله خليه يقول ماذا علاقته به؟ وإيسا بالاسم الكبير في هذا المجال هو رجل ملحد ما علاقة الناس والدين بأكمله وما علاقة ما أعرف شيء عجيب ثم من أننا وجدنا عبثاً؟ ماكو إنسان واعي أو على قدر من الذكاء البسيط أو أي إنسان حتى دوكنز متى قاله؟ ليس دفاعاً عن دوكنز بس هو رجل ما قال أننا وجدنا عبثاً؟ أنت الذي تقول عبثاً بعد شوية أنت نفسك رح تقول أهنا وجدنا عبثاً وتقول إن هذه الحياة لا قيمة لها من الذي يقول عبثاً؟ هو أنت والخطاب الديني بأكمله من من ألفين عام ثلاثة عام وليس قبل الإسلام نفسه خطاب الديني يقول إحنا موجودين هنا عبثاً الحقيقة موجودة في الآخرة من الذي يقول عبثاً؟ حاولوا شوية أن تفكرون تتأملون في كلامكم المتناقض وتعرفون الحقيقة من يدعو الناس إلى أن يعيشوا بطريقة عبثية هم أنتم وستقولها أنت بلسانك لكنك لا تشعر بمعنى ما تقول أنت مجرد تحاول أن تدافع الموقفك ومجرد أن تحامي وترد الآخرين تذكر أسماء في المنتصف لا علاقة لها بالموضوع طبعاً هو سيتحدث بعد ذلك عن غضب رب العالمين وأقول له كيف عرفت أن هذا غضب رب العالمين لنأتي معك ونقول هذا غضب من رب العالمين من جعلك تعرف أن هناك غضب من رب العالمين ستذكر آيات وما لذلك وسيذكرون آخرون يقولون هذا آيات وهذه النصوص لا تدلوا على ما تقولون سيقال أيضاً أن الناس هكذا تفكر وهذه جريرة الناس وطريقتهم في التفكير وهنا سأسأل من جعل الناس تفكر بهذه الطريقة أي من جهل مارس عملية تجهيل منظمة للناس وما زال يواصل على العملية وبعد ذلك يأتي ويقول الناس جهلة تخيلوا هذه العقلية الخبيثة الشيطانية التي تشر على نشر عمليات تجهيل منظمة وعلى مدى عقود للناس وبعد ذلك يتهمون الناس بالجهل والتخلف وأنهم لا يفقون شيئاً من الدين من الذي جعلهم لا يفقون شيئاً من هذا الدين الذي أنتم تدعونه والذين تدعونه بأنه أنتم وحدكم القادرون على شرحه وتفسيره وفهمه تفكير من هذا النوع طبعاً إلى دوافق مادية صرف العلاقة بدافق سلطوية دوافق سياسية ودينية غاية منها الهيمن على الناس ونشر الجهل للتحكم بهم وهذا كما قلت هو إلى أصول قديمة يعني الجهل منتشر من قرون وليس من الآن فقط خاصة في مناطقنا العربية الإسلامية هذا التفكير الذي يقول بأنه غضب الرب العالمين هذا هو الذي يؤدي إلى مضاعفة آثار الزلازل والضحايا المسؤول حصراً هنا هم رجال الدين وأتباعهم الساسة وآخرهم طبعاً رجال العلم لأن هؤلاء أيضاً مقيدين بأوامر رجال الدين والسياسة طبعاً الناس أيضاً هم مسؤولين لا بد من الحديث عن هذا الموضوع هم مسؤولين لأنهم صدقوا بالدجالين بحجة أن الله هو الحافظ فلا بد أن نؤمن بهذا الحافظ الإله الحافظ الذي يحفظنا وبالتالي هل أنت أفضل من الله كيف يمكن أن يقتلنا الله الذي يحفظنا وخلقنا أول شيء يقوله بعد أن يستخرج هو وابنته نعم الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة نجاته هو وابنته لاحظ المنطق العجيب أنه هو الله الذي أنجاه وهو نفسه الذي ورطه وابتلاه بهذا الزلزال الذي سقط عليه وعلى أبناء وهو الأنجاه هذا منطق عجيب وغريب يجب أن نتوقف عنده ونفكر جيداً وأما النعم الأخرى فقد كانت عنده فترة واستردها ربها وخالقها سبحانه انظر لهذه الأخت التي خرجت بعد تسعة أيام من المعاناة تحت الأنقاض وقد فقدت فيما يظهر كل شيء هل سخطت؟ هل اعترضت؟ بل كان أول ما تقوله انظروا لهؤلاء الإخوة المنكوبين المكروبين الذين روعوا وهجروا وتعرضوا للقصف تلو القصف ففقدوا من فقدوا ثم جاء هذا الزلزال فدمر كثيراً مما تبقى لهم هل سخطوا؟ هل اعترضوا؟ بل هم فريحون بما أبقى الله لهم من إخوانهم وأبنائهم من تحت الأنقاض يفيض وجوههم بشراً وشكراً ويكبرون الله ويحمدونه هؤلاء جميعاً فهموا مقام العبودية لله فيما نحسبهم فهموا أنه ليس لك على الله في هذه الدنيا حقوق إنما حقك عليه ما أوجبه هو على نفسه من أن يكون سبحانه معك إذا لجأت إليه فيؤنسك ويعينك ويجعلك شاكراً في السراء صابراً في الضراء ثم جعل من حقك عليه أن يدخلك الجنة إذا وحدته سبحانه كم يرتاح الذي يفهم هذه الحقيقة وكم يفرح بأية نعمة يبقيها الله له أما أنت يا من تعطب على القدر فقد اقترطت أن لك حقوقاً عند الله المال والجمال والصحة والأمن واجتماع الشمل واحترام الآخرين وواواوا فإذا أخذ الله أحدها منك قلت في نفسك ظلمني ربي وحاش له سبحانه فهو سبحانه ما ابتلاك إلا وفاء بما وعد وعدنا أن يبتلينا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هنا تتضح المفارقة الدينية أن هذا المنطق الديني يثبت لك بالدليل آيات وحاديث بينما الناس سقطت على رؤوسها الأمارات وماتوا هم وأطفالهم بالآلاف ويأتي يقول لك الدليل بأن الله قال لنا أصلا بأنه سيختبرنا وكأن هذا الحقيقة هي دليل دامغ وإلها علاقة بالواقع كما هو هذا الشيء يعني فائق الوصف ويجب أن الناس أن يفهموا حقيقة الأمور طبعا الموضوع ما لا علاقة بإيمان وإلحاد ولا بإيمان وجود الله أو عدم وجود الله إنما لا علاقة بالحقيقة وبفهم ما يحدث بطريقة عقلانية وعلمية صحيحة ما حدث أن هناك أخطاء كثيرة كان ممكن هذا الزلزال أن يؤدي إلى خسائر أشر هذه الخسائر فلولا الاعتماد على مجموعة من رجال الدين المهمين على الحياة والذين أفسدوا الناس وجعلوهم يتشهلون كل شيء هذه هي حقيقة الأمور عما أن تقول لي هناك إله وهو الذي يعاقب وما إلى ذلك هذا التسويف ومماطلة ولأب على الناس واستغلال لأموالهم وعدم صرفها من أجل مصالحهم وتقديم الخدمات الصحيحة لهم انتظر يا من عفاك الله أن تبتلى بلايا شديدة لتعلم مقام العبودية من مقام الألوهية لتعلم أنه ليس لك على الله في هذه الدنيا حقوق فتفرح بما آتاك ولا تسخط على ما حرمك بل افرح من الآن أدرك أن الحالة الافتراضية هي أنه الله ليس واجبا عليه أن يعطيك شيئا فإذا أعطاك الصحة وحرمك المال والأمن واجتماع الشمل فرحت بما آتاك ولم تسخط لأجل ما ابتلاك بفقده تسخط على الظالمين الذين يسلبونك حقك تستخرج منك عبوديات المدافعة والاستعانة بالله عليهم والصبر في ذلك أدرك هذه الحقيقة لترضى وتطمئن وتستريح ولا تعاندها فإن سننا الله غلابا طبعا من أهم الأشياء التي دائما أود أن أشير إليها لاحظوا التعليقات على أشخاص مثل السيد القنابي طبعا لا أذكر للسيد القنابي كما قلت أنه أذكره مثالا لا حسرا فهو دائما هؤلاء لن تجد لدى من يعلق عليهم رأيا ولا قولا ولا نقاشا في أي قضية من قضايا هم يتحدثون والآخرون ينصتون فقط أي أن الآخرين لا وجود لهم إلا بأتبارهم مؤيدين وخاضئين وتابعين فقط وبالتالي عندما يقول ليس لك عند الله حقوق هذا معنى معاني أنه هو يعني أخذ مكان الله فبالتالي الله لا يمكن لأحد أن ينقش الله والعبودية بالله بالتالي الكاملة وأن لا أحد لديه حقوق عنده هي بالضبط نفسها لا أحد لديها حقوق عند السيد القنابي والجميع خاضئين لإرادته بالكامل هو لا يعي هاي المسألة لكنه هو متلبس بها وهذه هي مشكلة المتدين المتعصب فنلتقي الآن مثلا هو متى نشر هذا الفيديو نشره قبل ثلاثة أيام بالضبط يوم 11 فباروري 1275 تعليق لاحظوا التعليقات ليس لك عند الله حقوق يا ليت كثير من المسلمين يسمعون هذا طبعا دائما يكون ناس يطلعون يا ريت هاي المحلقة ترجم لاحظ أقسم بالله شعوري أننا نحن المنكوبين لاحظ هذا الإحساس بالضعى وبأنه خاضئين الناس شوف من كان تارك الله صحيح كلام كلام ترداد لك قال رسول الله أحايف كم راحني هذا الكلام لاحظ الحمد لله اللهم بفضلك إني أسألك هذا مو نقد إلهم والله خجلت من نفسي بعد هذا الفيديو وأسأل العظيم أن يغفر لنا تقسيرنا عند أحساس بالذنب لأنه هو غير رأس بداخل الفكرة نبسة وهي تكرر عليه يومين منذ ولادته إلى أن يموت دائما أنه أنت مذنب ومقصر ويجب أن تقدم كل ما تستطيع بالحقيقة هو هذا الصحيح لأنه أنت عندما تسوي دولة فأنت تحتاج إلى أن تنظم عملية الألاقات مع الناس وأنه تجعلهم يطيعون الدولة وأوامرها والسلطة الحاكمة فبالتالي هؤلاء يشعرون بأنهم مقصرين لأنهم يعرفون أنهم يجب أن يكونوا تابعين للدولة أو للسلطة أو الله أو فكرة الله التي غلست في عقولهم ويعرفون تماما أن أي شخص يعترض على الله أو على السلطة أو على الحاكم أو على الإمام سيلاقي الأمرين وهكذا الناس الذين خرجوا في هذه المساة الذين يفتخر بأنهم يخبرون الله عندما خرجوا من تحت الأنقاض رغم مساوهم يقولون أن أشهد الله على الله وأن الله أكبر هذا لا يعبر عن إيمان إنما يعبر عن خوف والخوف لا أخلاق له وليس جزءا من الأخلاق الخوف هو خوف لا قيمة له إلا سوى الخوف ليس قيمة أخلاقية والأخلاق لا يمكن اشتقاكها من الخوف الأخلاق تصدر من داخل الإنسان بشكل طبيعي فبالتالي هذا الرجل يعني هم وضحية معرفة دائما نقول يجب أن نشكر هذا الرجل لأنه الآن وصل إلى حد أنه لم يستطيع أن يخفي الحقيقة وهي أننا جميعا ليس لدينا أي حقوق مع الله فهو يفتخر بهذه المسألة ويقلنها سريحة لأنه في مازق هو يقول أنا أخذ شهادة عليا في الدكتوراه بالصيدلة فبالتالي هو يفهم أين المعضلة يدرك لكنه لا يستطيع مواجهتها وبالتالي ماذا يفعل؟ يضطر إلى أن يكشف الأمور إلى أحدها الأخصى أنه ليس لك أن دا الله حقوق وهذا كلام صحيح جدا أنه فكرة الإلهية أصلا وجدت لكي تمنع منح أي حقوق لأي أحد إنما هناك سلطة مطلقة وهذا هو سبب الإشكالات الكبيرة التي نعيش عليها وهذه الفكرة ليس لك عند الله حقوق تطبق التعليقات كما ترون 1200 تعليق خلال ثلاثة عيام وفيديو عادي أربع دقائق كما تطبق التعليقات درس جميل وخصصة هؤلاء كلهم ليست الفكرة هؤلاء أنهم مؤمنين لا هؤلاء مقرين أو أقروا بأنهم عبيد وبأنهم مطيعون وبأنهم على العهد وأنهم لن يخلفوا وهذا إلى علاقة بمصالحهم بألاقاتهم الاجتماعية بوضعهم العام لأنه لا يمكن أن يعترضوا على هذا الأمر فهنا المشكلة التي يجب أن نفهمها ويجب أن ندرك بأن من يخرج من تحتنا يقول الله أكبر والحمد لله هو يطلب المساعدة للآخرين فكرة الانتماء إلى الله هي فكرة إلى علاقة بالحياة وليس بالموت هذا الفهم الخاطئ الذي أشعه أشع كذبته رجال الدين الحقيقة الناس عندما يذكرون الله هم يذكرون يتبادلون إشارات بينهم وبين الجميع على أنهم ملتزمون وما زالوا على الأهد ومتضامنون مع الآخرين ولديهم استعداد بالتضحية بأنفسهم من أجل الآخرين بانتظار أنهم يتلقون المساعدة من الآخرين لأنهم أثبتوا حسن الولاء والبراء من الجميع هذه العملية بأكمله هي عملية الهلاقة بالحياة والهلاقة بشرط الاجتماع الذي نعيشه ضمنه ويتوجب علينا من خلاله أن نكون مؤمنين وصادقين بغض النظر عن حقيقة الأمر في داخلنا أن نكون مؤمنين ومذعينين للواقع العام وهذا هو الوحيد الذي يجعلنا نعيش بطريقة فيها كثير من الأمان والحماية الاجتماعية أو الدينية أو الإيمانية أو الإلهية أي تسمية كانت المهم نحن نشعر بأننا ضمن القطيع ولن نخرج عليه في أي حال من الأحوال هذه هي القضية الأساسية التي لا يدركوها هؤلاء جميعا هم فقط مندرجين ضمن الحالة والسيد القنيبي هو واحد من أجلهم لكن هذا الواحد كان هو نموذج معاصر لنماذج قديمة كانت ونماذج موجودة لما زالت لحد الآن هذا النموذج المعاصر اضطر في اللحظة الأخيرة بعد التفكير طويل بعد محاولة معالجة إشكالات والإصرار على أن ما عليه الناس ما زال صحيحا هذا دعا إلى أن يكشف الأمور إلى حتى الأقصى ويقول لجميع أننا ليس لدينا أي حقوق عند الله فهذه كلمة لوحدها هي اعتراف كبير جدا وعلى كل إنسان أن يدرك معنا هذا الأمر الخطير وهو أنك لا قيمة لك أي أنك لست إنسانا الإنسان الذي ليس لديه حقوق بالتالي هذا ليس إنسانا ويفقد صفات الإنسانية والدين نفسه يقول ذلك أن ما أنت إلا عبد وهذا الشيء يكفي لكي نعرف الدين وقدره ودوره وأهميته في حياتنا والمسألة الآن متروكة لكم أنكم جميعا ليس لديكم حقوق من يدافع عن الدين الشاء يلي عليها أن يعرف بأنه محروم من جميع حقوقه وعليها أن يدعنا وهذا تعريف الدين بمناسبة حسب حلقة نشرته ما هو الدين فأتمنى تراجعوها الذين يقولون إنما هي أسباب مادية وليست تذكرة من الله ولا علاقة لها بالذنوب هؤلاء يظنون أن الحدث الواحد إما أن يكون لسبب مادي أو لسبب غيبي ولا يدركون أن الله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء بأسباب مادية كيف؟ في الأثر الصحيح زلزال في عهد منهم خير إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر حصل زلزال في عهد منهم خير من أهلنا في سوريا وتركيا كيف؟ في الأثر الصحيح تزلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا يقول هذا الكلام للصحابة والتابعين وهم خير منا جميعا من معاصي أحدثتموها أنا مش مستعد أضحي بحالي بطلع إذا تكرر هذا الزلزال يا كرام لماذا لا تصيبوا الكوارث أناسا كفارا عندهم ما هو شر من كل ذنوب إخواننا المنكوبين الكافة قد يعجل الله له العقوبة وقد يؤخرها إلى يوم القيامة قال الله تعالى الدنيا يا إخواني دار بلاء لا دار جزاء بلاء لا دار جزاء وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تسمع أن المؤمن تصيبه المصائب بذنوبة جدا عندما تسمع أن المؤمن تصيبه المصائب بذنوبه فلا تتعامل مع هذا الأمر بشكل سلبي على أنه عقوبة محضة من الله تعالى كأن الله ينتقم من عباده المسلمين بل البلاء للمسلم فيه رحمة وتطهير ورفع الدرجات وهذه حقيقة مؤنسة جميلة مصبرة مطمئنة جدا فهو ما تجزون به يعني هذه المصائب الآلام الدنيوية تكفر عنكم سيئاتكم لتلقوا ربكم عز وجل مطهرين من الذنوب بخلاف الكفار إخواني لأجل ما سبق جميعا إياكم أن تفقدوا فرصة للتعاض بهذا التفكير الخاطئ والقسمة الثنائية الخاطئة إما سبب مادي أو تذكير رباني لنترك الذنوب لا القسمة ليس الثنائية بهذا الشكل أخرج البخاري بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالمؤمن يفكر دائما ما العبودية التي يحبها الله مني في هذا الموقف أما المنافق فهو في كثير من أحواله قد نسي الله سبحانه لابد من القول بأن السيد قنبي لابد أن أشكرها على هذه الصراحة أنه قدم لنا صورة دقيقة عن الله وقال أن الله هو غاضب ولديه حساباته الخاصة ولا يمكن لنا أن نعرف ما هو وراء الغيب وبالتالي علينا أن نسلم تسليما مطلقا بما يقوله الله وبما يأمر به الله وبما يفعله الله فبالتالي هذا الإله قدم لنا صورة جيدة عنه صورة ممتازة كانت دائما صورة غائمة غير واضحة وهذا الصورة أنا أعتبرها جيدة جدا ومن مريد أن يعرف الله حقا ويعرف الدين حقا عليه أن يطلق على السيد القنبي وأيضا هناك شخص آخر عبد الله رشدي مثلا هؤلاء أنا أعتبره نماذج ممتازة تقدم لكم الدين في خلاصاته النهائية هؤلاء ماذا يفعلون يقولون لك الدين هو كده يا تاخذوا يا ترفضوا ما ترفضوا نقتلك تقبله نقتنع بك ونراقبك وسندقق خلفك ونعرف هل أنت على الدين الصحيح أم من الخطأ ونعلمك وندخلك في الحضيرة وتتبع كلامنا حرفيا بدون أي نقاش نقول نبي تظهره مرتين هدف هو دحض علاقة الله بالموضوع من يحاول أن يتحط هذا علاقة بالعكس لا قال لا الله له علاقة بهذا الموضوع وبعد ذلك يبدأ بالدفاع عن هذا الإله يعني الغنيبي نصب نفسه محامي عن الله وناطق رسمي بإسمه أي أنه نبي الله في هذا الزمان الذي لم يصرح عن نفسه مطلقا حتى الآن ولا حاجة لهذا فهو يكفي أنه يشعر خلفه مئات الآلاف فيسيرون يكفي أن يمتلك إحساسا من هذا النوع هناك حراج طبعا عند السيد القنابي هو أنه كيف يمكن أن يبقى هذا الإله الحاكم الأوحد والعالم بكل ما يجري ومع هذا يأمر بزلزال من هذا النوع يقتل الآلاف والأطفال يعني في الفجر في أسوأ اللحظات يعني حتى لحظات الجحيم لا تحجد بهذه الصورة أنت نائم في الفجر والأطفال نائمون وفي برد قارس ومنطقة من كوبة أصلا من عشرات السنين يأتي زلزال ليدمر كل شيء الناس نيام لا تعرف ما لا تفعل وبعد ذلك تخرج إلى العراء المنجة يخرج إلى العراء لكي يصادر درجات حرارة أربعة خمسة تحت الصفر ليس لديه مأوى ليس لديه أي شيء الطرق مقطوعة لا يمكن أن تأتي المساعدات الجحيم حقيقي وهؤلاء كلهم مسلمين بنسبة 99% ومؤمنين ويصلون ويؤدون الصلاوات وبالعكس صاروا لهم عشرين سنة يقاتلون من أجل تطبيق شريعة الله هؤلاء الخلص يعني على مختلف أشكالهم الدينية هم مؤمنون إلى درجة بعيدة جدا فأي إله هذا الذي يعني أنا لا ليس الهدف أنه تحدث ضد الإله وأن أحاول أن أستغل الموضوع لا الهدف أنه كيف تفسرون هذا الخطاب لماذا تستمرون بهذا الطريقة من التعامل مع إلهكم هذا وتصفونه بهذا الطريقة لماذا لا تؤيدون نظر في هذا الإله وتحاولون معالجة الأمر بما ينفع الناس وليس بما يسيطر عليهم ويخفي الحقائق عنهم وهي أن هناك إشكالات كبيرة جدا على أرض الواقع فتحدثوا عنها لماذا ترفضون التحديث عنها لماذا يقول لك السيد القنيبي الله يحبك ولهذا يريد أن يعجل لك بالجنة هذا الذي يقوله لك القنيبي وهناك المئات بل الآلاف من رجال الدين هم يكررون العبارات نفسها المصيبة أيضا كما قلت بالتعليقات التعليقات التي هذه الناس الجهلة عندما نراها فكالثة بالفعل بعد ذلك يحدثنا عن أنه أمر زعل وقال بأنه صار زلزال وهناك بعض الصحابة الذين يعملون بالخفاء ويمارس أعمال صالحة جعلت الله يغضب ويأمر بالزلازل وإن حدث الزلزال مرة أخرى فسأخرج وسأترك هذه الخلافة وأعيش في الصحراء وحيدا شريدا كلام ما أعرف ما معنى هذا كلام لا أفهم طبعا ذكرت موضوع الخليفة عمر بن خطاب لكن الطريف يقول هناك سبب مادي وسبب غيبي لكن عندما تسأل عن السبب المادي لا يتحدث لك عن طبقات التكتونية ولا يتحدث لك عن أن هناك مراكز الأبحاث الإسلامية الجيولوجية مثلا التي ستصدر تقاريرها العلمية الدقيقة حول الموضوع لا هو مو هذا السبب المادي بالنسبة له السبب المادي بالنسبة إلى أن الناس ارتكفوا أخطاء وأنهم أقصروا بحق الله ولم يقوموا بالأعمال الصالحة المفروضة عليهم الأعمال الصالحة طبعا لكثير من الناس الذين لا يعرفون هي أداء الفرائض هي هذه الأعمال الصالحة وليس أن تقوموا بعمل الخير للناس هذه في الدرجة الأخيرة من أنواع الأعمال الصالحة الدرجة الأولى هي أداء الفرائض وكل شيء آخر لا يقارنها بالأهمية أيضا الأسباب المادية بالنسبة ليس ما فعله الحكام لأنه لم يشر هذا الموضوع ليس للسياسات الموجودة على الأرض ليس لرجال الدين الذين يجهلون العامة ويجعلونهم لا يفكرون بطريقة علمية تجعلهم يعرفون كيف يثقون بالعلم يثقون بالنظام الحماية الخاص بالبيوت والشقاق التي يبنوها بحيث تكون جاهزة للتصدي للزلازل لا وما يقولون لهم لا أن الأسباب المادية هي أنكم لا تؤدون فراض الله ولا يقولون لهم أن عليكم أن تؤمنوا بالعلم وأن تبنوا بيوتاً وأن تسلكوا سلوكاً علمياً وتعليمياً صحيحاً في كل مناع الحياة وأن تؤمنوا بالواقع الحياتي الموجود وتؤمنوا بأن هناك إمكانية لتطوير الحياة لا هو لا يفعل هذا هو بالنسبة للمادية شيء مختلف تماماً أما الغيبية فهي ما يحتاج الغيبية هو حاطب جابة يعني خاصة به فقط ويجب على الجميع أن يعترفوا بما يقول لأنه الآخرين لا قيمة لهم هو بالنسبة إلى يقول أن الله هو كذا القرآن قال كذا أن الأحكام هي كذا شوفوا التعليقات لن تجد رأي واحد لديهم لن تجد أحد يناقشه في كلمة كله تطناب ومدح وكأنما رئيس جمهورية يخطب لا أحد يفتح نفسه فمه بكلمة لن تجد أي شيء على الإطلاق لن تجد شخص يناقش يعني تجد متابعين هم وكلهم أبارع عن وناس لا يفقهون شيء يذكرون آيات ونصوص جاهزة كوبي بيست فقط يعني شيء غير معقول لا يوصف هل هذا دليل على أنك تقدم شيئا نافع للناس على العكس تماما طبعا ما لا أتحدث عن ذنب أطفال تسحقهم على في الأطنان وهم نامين بهجة أن الله غاضب وهذه القرآن الكثيرين قالوا بس هي ما يهتاج كل إنسان يعرف هذه الحقيقة لماذا مثلا حلب تعاقب وحما وجبلة وأنطاكة بسبب حرق قرآن في السويد كما يقول السيد الصدر وقال أنه حرق قرآن في السويد هو سبب الغضب في تركيا لأن تركيا لم تقرر معاقبة السويد يعني الله بدلا من معاقبة السويد يعاقب تركيا التي لم تقاطع السويد بالفعل هي أيضا قاطعة طبعا بس يعني أنت سوى مشكلة يعاقب جيرانك يعني أو أنت سوى مشكلة جيرانك سوى مشكلة أنت تغاضيت عنه فبالتالي من الذي يعاقب يعني أنت تعاقب الجيران يعني لست تعاقب الذي صمته أو الذي سكته أو الذي تغاضى عن الموضوع لأسباب أو أخرى فيك خير روح عاقبة هو يعني ربط عجيب وغريب لا يمكن أن يفسر أيضا يقولون هناك حلال في تركيا وسفور وهكذا يعني أي تلطيش كلام المهم الذي أردشير إليه هو أن هناك نمط من استغلال البشر لأي حادث يحصل سواء سلبا أو جابا هذا الحادث المؤلم المأساوي بدلا من أن يخرج رجال الدين ويتعاطفون ويقدمون العاون ويدعون الناس إلى التفكير السليم بطريقة صحيحة ولا يتحدثون عن غضب إلهي ولا أي شيء من هذا القبيل لا ماذا يفعلون يقولون هناك غضب ينشرون يعني الناس مرعوبة وفي حالة من الصدمة وفي أشد أنواع السوء وينشرون رعب مضاعف على الرعب الموجود أصلا تخيلوا حجم القسوة في قلوبهم وحجم أدام الإحساس لديهم يقولون هناك غضب إلهي يعني أنت وهو في حالة كارثة بيته مهدم هو مهدم كل شيء خسره أولاده ماتوا إن بقي هو حيا أو جيرانه أو ناسه وتأتي وتقول هناك غضب إلهي يعني ماذا تريد بعد أكثر من هذا؟ وتنشر الراب أكثر داخله وتقول له يجب أن تكفر عن ذنوبك لكي تتجنب غضب الراب يعني هذا الأمر بصراحة شيء مخزي ومؤلم جدا أنا لا أتحدث أنه هناك الموضوع ليس أنه هناك أو لا وجود لإله وأن الإله هذا الرحيم وقاسي وغيره هذا هذا مو موضوعي موضوع أنت هذا الطريقة بالتفكير هي بأكملها غلط بأكملها إلى علاقة بقضايا وصولية مصلحية إلى علاقة باستغلال ظروف تعزيز تعزيز مواقع أو تعزيز السلطات لرجال دين أو رجال ثروة هذا كله مخزي صراحة هذا يعني أيضا بأننا مجتمعات عندما توجد هذه الظاهرة ويتحكمونها أو لا بهذه الطريقة يعني بيننا كمجتمعات سنفقى في حالات اهتزاز متواصلة يعني هذا اهتزاز الزلزالي يمر يوم ويومين وانتهى لكن حياة قرون بأكملها في حالة اهتزاز وتشتت وانشطار متواصلة وانشطار وتقابل وتعارض كما تتعارض وتتقابل الصفائح الارضية صفائح القشرة الارضية وتؤدي الى الزلازل بالحقيقة الصفائح البشرية هي الصفائح والجماعات البشرية هي التي تختلط فيما بينها وتؤدي الى الزلازل لا نهاية لها الغريب ان هؤلاء عندما يتحدثون عن الالههم لا يقولون لنا ماذا يقدم لنا هذا الله من معلومات عما حدث وكيف لنا نواجه هذا الذي حدث يعني انت الان تقول الله هو الغاضب الذي كذا والذي كذا افتهمنا لكن بعد ذلك الكارثة وقعت ماذا تقدم لنا من معلومات او طرق لمعالجة الامر هل يوجد في التقافة او التراث الديني ما يعالج هذا الامر غير الصلوات والادعية هل هناك منظومة حماية للناس وفرها الدين لكي يتم معالجة الامر على صعيد ماديا يعني انه هناك مستشفيات او هناك فرق دينية تخرج لمعالجة الموضوع هل هناك موضوع سيستم ديني يعمل فورا كما تعمل المجتمعات الحديثة انه هناك فرق طوارئ فرق حريق فرق تعالج الناس ماذا يفعل رجال الدين عندما تحد توالث كهذه غير ان يعني عدى ما عدى ان يخرجون ويصلون في الناس ويقرؤون الادعية والآيات على جثث الموتى هذا بالحقيقة يكشف حقيقة الامر وأن الدين مجرد سلطة الدين الشعاء يقصد مجرد سلطة وهيما على الناس وجعلهم يقتنعون بأي امر يصيبهم وكل ما في الامر انهم وانحدث امرا يصيبهم فهم المذنبون ايضا يعني هم الذين يتحملون كل شيء هم الذين يقدمون المال وكل شيء لهذا الرجال الدين والرجال السلطة وهم ايضا عندما يصيبهم يعني الله نفسه الذي يؤمنون به او الذي جعلهم يؤمنون به عندما يصيبهم بمكروه يجب عليهم ايضا ان يدفعوا ثمن لانهم هم السبب وليس من يتحكم فيهم الذي الذي علمهم ورباهم وثقفهم واجعلهم متخلفين لا يفقون شيئا لا يقول لنا مثلا عندما تسمع القناة من بداية الاخرة لا يقول لنا مثلا انه هنالك امنا مثلا لو قدمنا بالمزيد من البحوث ولو غيرنا نظام الفكر والعمل والايمان لا يقول لك ما تفيد نهاية يعني سوف يكون لي مكانا ضمن هذا الامر لا لا يتحدث عن هذا هو يتحدث بس اطيع الله والرسول اطيع الله وهذه الآيات يجلب لك آية والسورة هو كلام كله يعني ممكن يتحدث لك ألف سنة بطريقة نفسها وبهذا الوجه الجامد المهيأ المرتب الذي يوحي بالعمق ويطلق لك هاي الكلمات الجاهزة الجبل البلاغية المحفوظة لديه كما يمكن حتى يعني ممكن أوتوماتيكيا يتحدث بها بدون بدون أن يبدل أي جهد ممكن يكررها أي واحد يدرب على طريقة القنابي مدد أسبوع أنا واثق أنه راح يصير 20 قنابي أفضل من عنده طبعا أنا أدى ما أتسال عن فائدة وجود شخص من هذا من أشخاص من نوع القنابي فهذا أقول يعني هذا منتساؤل يدعون إلى أن أفكر بطريقة نفعية لا لأن هو الذي يفعل هذا الخطاب يفعل وينشر هذا الخطاب هو الذي يدعي أنه هناك منفع من ما ينشره أنا لا أتسال عن هذا النفع لأنه هو الذي يدعي هناك منفع ويقول أن هذا الذي حصل هو بالعكس تعجيل للناس للذهاب إلى الآخرة والتمتع بالجنة تخيلوا هذا يعني هذا الشيء العجيب الذي يعني ما أدري يعني كيف يمكن أن يتقبل الناس هذا الفكرة كيف يمكن لأحد أن يخرجوا يقول الناس قتلوا وماتوا وسقطت بيوتهم عليهم والحجارة أطنان من الحجارة سقطت على أجسادهم وأجساد أبنائهم وأخوتهم يقول لهم هذا خير أتاكم وعجل بكم إلى الجنة من الآن الذي يستهين بالإنسان من الذي يقول الحياة عبث ولا قيمة لها دوكنز أم القنيبي هذا الموضوع الذي يجب أن نتحدث عنه طبعا هذا الكلام كله حتى لا يقال أنني أقف ضد الرجال الدين وأهل الدين وجماعة الدين أقول أيضا بالطرف الآخر هناك من يتحدث ضد الخرافة ويقول هذا أو يوظف هذا الموضوع لخطابه الخاص ويقول بأن شو انظروا والدين هو سيء وهذا رجال الدين وأن هؤلاء أشرار ولا يقدمون نفع وعلينا أن نلتج إلى العلمانية أو نلجأ إلى الحاد أو نلجأ إلى كذا ويقول بأن انظروا دعواتهم غير معقولة وغير منطقية الموضوع ليس هكذا الموضوع أنا لا أنتقد الدين والرجال الدين الموجودين أو اللين شاء لكي أنتصر إلى بأن يقف ضدهم آجيولوجيا أو عقائديا لا الموضوع ليس هكذا الموضوع أنه نقدم صورة لما يجري فهم محاولة المقاربة لما يجري ونجعل الناس تفهم هذا الأمر وبعد ذلك لهم أن يحكموا بما يشعون الآخر الذي يقول أنه رجل الدين يستغل الموضوع وهو مستفيد ومتحارف مع النظام الحكم ولا ينتقدهم ولا يساهم بأي شيء يدافع به عن الناس وعن حقوقهم ومصالحهم هذا بالتأكيد شخص لديه هو سبب من أسباب الشر وأسباب من أسباب التخلف والجهل لكن في الوقت نفسه من يقف ضد هؤلاء لأنهم لديهم خطاب ديني ولأن لديه خطاب ديني مضاد خطاب علماني أو ثوري أو حزبي أو أي شيء أو ديني مخالف فهؤلاء المسألة ليست هكذا نحن لا نريد أن نقول بأننا ضد هؤلاء لأننا مع أولئك لا الموضوع العلاقة بالفكر والتفكر والعلاقة بمحاولة فهم ما يجري لا أكثر الخلاصة اللي يديه وصلها أن الله لم يعد يحكم العالم كما تصوره لنا الخرافات الدينية الله كما اتضح ببليون مرة أنه محدود التأثير ودوره لا يتجاوز قدرته على التحكم بقدر وحياة الإنسان المحدودة العالم تحكمه قوانين ولا تحكمه آلهة بل أن الله نفسه كما يتضح جميع إن وجده فلابد أن تحكمه القوانين هو أيضا هنا نفهم أن فكرة أداه واحد يحكم كل شيء فكرة لا معنى لها وغير ممكنة واقعا هي موجودة في ذهن رجال الدين فقط والطموحين من أتهم خاصة أن هذا الواقع لا يمكن أن تكون يحكم كل شيء أنت تحكم كل شيء هو كل شيء أهلا ضمن الواقع وهذا الواقع متغير باستمرار وبالتسارح ليس هنا يعني الآن ليس الله فقط عليه أن يتغير بل أن نصوصه أن تتغير فما معنى الآن وجود نص مقدس واحد فيه كما يقولون كل شيء يعني لا نستطيع تصور كل شيء أصدر فكيف يوجد نص يتصور كل شيء لم نجد هذا النص الذي يتحدث لنا عن درات أو الكترونات أو حتى بكتيريا أو مجرات هذا النص لا وجود لهذه الأشياء التي اكتشفناها قبل قرن كامل وهي ما يعادل ما ذكرته البشرية مليارات المليارات من المرات فالأمر أصبح أكبر بكثير من كل ما كنا نعرفه من كل ما كنا نعرفه من آلهة وأديان ونصوص مقدسة كلها عبارة عن جزء صغير جدا أصبح من ما نعرفه حاليا النهاية يقولها أن صورة العالم والإنسان والكون في المنظور الديني صورة بائسة جدا بل أنها صورة مخجرة وصراحة لا ينطلع بها كما يقال بالعراق هذا هو اللي يخلي الرجل الديني يتبجح كثيرا ويضطر إلى دلق العبارات البلاغية وتكرارها المهم المشكلة الأكبر ردود الفعل الإعلامية سلطوية السلطوية والإعلامية هذه هي التي تتعكم بحياة الناس وبأنها هي سبب مشاكل الطاحنة العقل الديني المتخلف يجب أن نعرف أنه لا يعالج أي أمر على إطلاقه وليس هو موجود لكي يعالج أي أمر هو بجرد أن يستغل كل أمر لصالحه ويوظفه لغاياته الخاصة وهي غاية واحدة وحيدة وهي أن يمارس السلطة على الجميع رغم أنفهم الزلازل كما نعرف لا علاقة لها بأي إله هو أن سببها معروف ولم يعد مجهولا هو أن الأرض باقتصارية جسم ما زال يتشكل ويتطور في داخل قلب نابض وهذا القلب للنابض الملتهب بداخل طاقة رهيبة هذه الطاقة تنفجر وتجد لها مسار بين اللوح وآخر من ألواح الصفائح التكتونية وتخرج على شكل زلازل مروعة أو براكين أو سلاسل جبال تخرج هكذا ليس بسبب الغضب الإلهي ولا بسبب ذنوب المؤمنين أو الكفرة عموما أشكركم على المتابعة وأتمنى أكون قدمتلكم مادة وممكن أقدم حلقة خاصة بسبب الألمي لتكرار حوادث الزلازل ما شاء الله موسيقى